السلام عليكم عمر أديب التشكيك في المؤهلات العلميات لوزير التعليم أمر مزعج للغاية قال الإعلامي عمر أديب أن التشكيك في المؤهلات العلميات للدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمر مزعج للغاية وأضاف خلال برنامجه الحكاية عبر شاشة MBC مصر مساء الجمعة ألي فارق معايا أني لما بتقدم الوظيفة وأقولك أنا زميل كلية الجراحين في بريطانيا وبين أني أقولك أنا دارسي الطبي ونلئين وأوضح أن وزير التعليم ليس حاصلا على الدكتورة وبالتالي لا يجب أن يتم تعرفه بالدكتوري وهو ليس مؤهلا من الناحية التربوية في مجال التعليم وتابع الوزير فيه مشكلة في شهادته قبل الجامعية موضحا أن ما حصل عليه عبداللطيف غير مؤهل من الناحية التربوية ولفط إلى أن أغلب خبرات الوزير تعود إلى إدارة عدد من المدارس المملكة لا سيرته وفق قوله وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم